قبل ما أبلش بالسماع اليوم أحمد شنو اللي يجذبه بالنص أنت أول شي خلينا تروح للنص لو تروح للحن النص أول شي لا بداية نحن من نشتغل يعني نروح للحن للحن أي وبعدين الكلام الكلام أنت اللي تختار تفصيلة مالت موضوعة الشي اللي ببالك لو نباتي يجيك جاهز من الشاعر يعني أحيانا أنا أكو فكرة بالي أقدمها وتنصاغ بصورة صحيحة فكرة مني وفكرة من الشاعر حتى عندي أصدقائي يعني خارج لا هم مشعراء ولا هذا بس دائقتهم عالية فأحتاجهم نطلع بالتالي مختصر الموضوع نطلع في شي يعني مبهر وجميل يعني دائما كل اللي مرات هو الشاعر يعني هو يتبنى الموضوع كله يعني أحمد تفكر بأنه أنت هذا الموضوع خلينا نقول متناولة أو ما متناولة يعني تحسب حساب بأنه لمواضيع جديدة التمامة تطرق لها إيه أكيد إحنا الأشياء يعني المواضيع هواي سوينا يعني هواي أمور دخلنا بيها واشتغلنا بيها يعني تأخذ بعين الاعتبار مني تجيك ناس مثلا مشتغل موضوع أكثر من مرة يمكن تقول لا أريد غير غير فكرة أي بس هو تعرف مرات إحنا هم نخليها سري يعني الموضوع طبعا من تسولي بي طبعا لأن تعرف اليوم يعني مرات تقدم مكان أنت تحجيها على يعني طيبة قلوب عفوية بظهر تروح الفكرة مباقة أو القضية فالأشياء نضمها ونخليها مفاجئة والتاني عرفك من النوع اللي بتمسك بالأفكار اللي هي حجيم وهي ما تجع عن فراغ سهر ليالي وتعب وسفار تعرف الله يساعدك أعرف كل التفاصيل ونسؤال بفقاية تفاصيل